محمد بن سيرين عزم سيرين على أن يستكمل شطر دينه بعد أن حرر أنس بن مالك رضي الله عنه رقبته وبعد أن غدت حرفته تدر عليه الربح الوفير والخير الكثير فقد كان نحاسا ماهرا يتقن صناعة القدور وقد وقع اختياره على مولاة لأمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه تدعى صفية لتكون زوجة له كانت صفية جارية في بواكير الشباب وضيئة الوجه ذكية الفؤاد كريمة الشمائل نبيلة الخصائل محببة إلى كل من عرفها من نساء المدينة لا فرق في ذلك بين الشواب اللواتي تربطهن بها وشائج اليفاعة وبين المسنات اللواتي كن يرينها صنوا لهن في رجاحة العقل ورصانة السلوك وكانت أشد النساء حبا لها زوجات الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولا سيما السيدة عائشة رضي الله عنها تقدم سيرين إلى أمير المؤمنين فخطب منه مولاته صفية فبادر الصديق رضي الله عنه إلى البحث عن دين الخاطب وخلقه كما يبادر الأب الشفيق الحاني للبحث عن حال خاطب ابنته ولا غر فقد كانت صفية تحتل من نفس أبي بكر منزلة الولد من أبيه ثم إنها بعد ذلك كله أمانة أو دعها الله في عنقه فمضى يستقصي أحوال سيرين أشد الاستقصاء ويتتبع سيرته أدق التتبع وكان في طليعة من سألهم عنه أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له أنس زوجها منه يا أمير المؤمنين ولا تخش عليها بأسا فما عرفته إلا صحيح الدين رضي الخلق موفور المرؤة ولقد ارتبطت أسبابه بأسبابي منذ سباه خالد بن الوليد في معركة عين التمر مع أربعين غلاما وجاء بهم إلى المدينة فكان سيرين من نصيبي وكنت محظوظا به وافق الصديق رضي الله عنه على تزويج صفية من سيرين وعزم على أن يبرها كما يبر الأب الشفيق ابنته الأثيرة فأقام لإملاكها حفلا قلما ظفرت بمثله فتاة من فتيات المدينة فقد شهد إملاكها طائفة كبيرة من كرام الصحابة وكان فيهم ثمانية عشر بدرية ودعا لها كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وأمن على دعائه الحاضرون وطيبتها وزينتها ثلاث من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم حين زفت إلى زوجها وقد كان من ثمرات هذا الزواج المبارك أن رزق الأبوان غلاما غدا بعد عقدين من الزمان علما من أعلام التابعين ورجلا من أفذاذ المسلمين هو محمد بن سيرين فتعالوا نبدأ قصة حياة هذا التابعي الجليل من أولها ولد محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وربي في بيت يتضوع الورع والتقوى من كل ركن من أركانه ولما أيفع الغلام الأريب اللبيب وجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزخر بالبقية الباقية من كرام الصحابة وكبار التابعين من أمثال زيد بن ثابت وأنس بن مالك وعمران بن الحصين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبي هريرة فأقبل عليهم إقبال الضامئ على المورد العذب ونهل من علمهم بكتاب الله وفقههم بدين الله وروايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفعم عقله حكمة وعلما وأترع نفسه صلاحا وهديا ثم انتقلت الأسرة مع فتاها الفذ إلى البصرة واتخذتها لها موطنا كانت البصرة يومئذ مدينة شابة بكرا فقد اختطها المسلمون في أواخر خلافة الفاروق رضي الله عنه وكانت تمثل جل خصائص الأمة الإسلامية في ذلك العصر فهي قاعدة عسكرية لجيوش المسلمين الغازية في سبيل الله وهي مركز من مراكز التعليم والتوجيه للداخلين في دين الله من أهل العراق وفارس وهي صورة للمجتمع الإسلامي الجاد الذي يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل لأخراه كأنه يموت غدا سلك محمد بن سيرين في حياته الجديدة في البصرة طريقين متوازيين متوازنين فجعل شطرا من يومه للعلم والعبادة وشطرا آخر للكسب والتجارة فكان إذا انبلج الفجر وأشرقت الدنيا بنور ربها غدا إلى مسجد البصرة يعلم ويتعلم حتى إذا ارتفع النهار مضى من المسجد إلى السوق يبيع ويشتري فإذا جاء الليل وأرخى على الكون سدوله صف في محراب بيته وانحنى على أجزاء القرآن بصلبه وبكى من خشية الرحمن بدموع عينيه وقلبه حتى يشفق عليه أهله وجيرانه الأدنون لما يسمعونه من نحيبه الذي يقطع نياط القلوب وكان وهو يطوف بالسوق في النهار للبيع والشراء لا يفتأ يذكر الناس بالآخرة ويبصرهم بالدنيا ويرشدهم إلى ما يقربهم إلى الله ويفصل فيما يشجر بينهم من خلاف وكان يطرفهم بين الحين والحين بالملحة التي تمسح الهم عن نفوسهم المكدودة من غير أن ينقص ذلك من هيبته ووقاره عندهم شيئا فقد وهبه الله جل وعز هديا وسمتا ومنحه قبولا وتأثيرا فكان الناس إذا رأوه في السوق وهم غارقون غافلون انتبهوا فذكروا الله عز وجل وهللوا وكبروا وكانت سيرته العملية خير مرشد للناس فما عرض له أمران في تجارته إلا أخذ بأوثقهما في دينه ولو كانت فيه خسارة تصيب دنياه كانت دقة فهمه لأسرار الدين وصحة نظرته إلى ما يحل وما لا يحل تدفعه أحيانا إلى بعض المواقف التي تبدو غريبة لعيون الناس من ذلك أن رجلا ادعى عليه كذبا أن له في ذمته درهمين فأبى أن يعطيه إياهما فقال له الرجل أتحلف وهو يظن أنه لا يحلف من أجل درهمين قال نعم وحلف له فقال له الناس يا أبا بكر أتحلف من أجل درهمين وأنت الذي تركت أمس أربعين ألف درهم في شيء رابك مما لا يرتاب فيه أحد غيرك فقال نعم أحلف فإني لا أريد أن أطعمه حراما وأنا أعلم أنه حرام وكان مجلس ابن سيرين مجلس خير وبر وموعظة فإذا ذكر عنده رجل بسيئة بادر فذكره بأحسن ما يعلم من أمره بل إنه سمع أحدهم يسب الحجاج بعد وفاته فأقبل عليه وقال صه يا ابن أخي فإن الحجاج مضى إلى ربه وإنك حين تقدم على الله عز وجل ستجد أن أحقر ذنب ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنب اجترحه الحجاج فلكل منكما يومئذ شأن يغنيه وعلم يا ابن أخي أن الله جل وعز سوف يقتص من الحجاج لمن ظلمهم كما سيقتص للحجاج ممن يظلمونه فلا تشغلن نفسك بعد اليوم بسب أحد كان إذا جاءه رجل مودعا في سفر لتجارة قال له يا ابن أخي اتق الله عز وجل واطلب ما قدر لك من طريق حلال واعلم أنك إن تطلبه من غير حله لم تصب أكثر مما قدر لك ولقد كانت لمحمد بن سيرين مع ولاة بني أمية مواقف مشهودة صدع فيها بكلمة الحق وأخلص النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين من ذلك أن عمر بن هبيرة الفزارية رجل بن أمية الكبيرة وواليهم على العراقين بعث إليه يدعوه إلى زيارته فمضى إليه ومعه ابن أخيه فلما قدم عليه رحب به الوالي وأكرم وفادته ورفع مجلسه وسأله عن كثير من شؤون الدين والدنيا ثم قال له كيف تركت أهل مصرك يا أبا بكر فقال تركتهم والظلم فيهم فاش وأنت عنهم لاه فغمزه ابن أخيه بمنكبه فالتفت إليه وقال إنك لست الذي تسأل عنهم وإنما أنا الذي أسأل وإنها لشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولما انفض المجلسه وادعه عمر بن هبيرة بمثل ما استقبله به من حفاوة وإجلال وبعث إليه بكيس فيه ثلاثة آلاف دينار فلم يأخذها فقال له ابن أخيه ما يمنعك أن تقبل هبة الأمير فقال إنما أعطاني لخير ظنه بي فإن كنت من أهل الخير كما ظن فما ينبغي لي أن أقبل وإن لم أكن كما ظن فأحرى بي ألا أستبيح قبول ذلك ولقد شاء الله جل وعز أن يبلو صدق محمد بن سيرين وصبره فعرضه لما يتعرض له المؤمنون من المحن من ذلك أنه اشترى ذات مرة زيتا بأربعين ألفا مؤجلة فلما فتح أحد زقاق الزيت وجد فيه فأرا ميتا متفسخا فقال في نفسه إن الزيت كله كان في المعصرة في مكان واحد وإن النجاسة ليست خاصة بهذا الزق دون سواه وإني إن رددته للبائع بالعيب فربما باعه للناس ثم أراقه كله وقد وقع ذلك في وقت كان يشكو فيه من خسارة كبيرة حلت به فركبه الدين وطالبه صاحب الزيت بماله فلم يستطع سداده فرفع أمره إلى الوالي فأمر بحبسه حتى يسدد ما عليه فلما صار في السجن وطال مكوثه فيه أشفق عليه السجان لما علم من أمر دينه وما رأى من شدة ورعه وطول عبادته فقال له أيها الشيخ إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك وبت معهم فإذا أصبحت فعد إلي واستمر على ذلك حتى يطلق سراحك فقال له لا والله لا أفعل فقال السجان ولما هداك الله فقال له حتى لا أعاونك على خيانة ولي الأمر ولما احتضر أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى بأن يغسله محمد بن سيرين ويصلي عليه وكان ما يزال سجين فلما توفي جاء الناس إلى الوالي وأخبروه بوصية صاحب رسول الله وخادمه واستأذنوه في أن يخلي سبيل محمد بن سيرين لإنفاذ الوصية فأذن له فقال لهم محمد بن سيرين لا أخرجوا حتى تستأذنوا صاحب الدين فإنما حبست بما له علي من الحق فأذن له الدائن أيضا عند ذلك خرج من سجنه فغسل أنسا وكفنه وصلى عليه ثم رجع إلى السجن كما هو ولم يذهب لرؤية أهله عمر محمد بن سيرين حتى بلغ السابعة والسبعين فلما أتاه اليقين وجده خفيف الحمل من أعباء الدنيا كثير الزاد لما بعد الموت حدثت حفصة بن تراشد وكانت من العابدات فقالت كان مروان المحملي لنا جارا وكان ناصبا في العبادة مجتهدا في الطاعة فلما مات حزنا عليه حزنا شديدا فرأيته في المنام فقلت يا أبا عبد الله ما صنع بك ربك فقال أدخلني الجنة قلت ثم ماذا فقال ثم رفعت إلى أصحاب اليمين قلت ثم ماذا قال ثم رفعت إلى المقربين قلت فمن رأيت هناك قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين